أباح الفولة ومسائل الفولة على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي في الفيديو بتاعه قطيه لايك الفيديو ده واشترك في القناة بتاعتي ولو أول مرة تشوفيني كده يعني فراحيني كده وقوليلي أنا جديدة في القناة بتاعتك عشان بافرح من الكومنتز أوي هنا جماعة كنت باكل الحلاوة دي الاسفنجاة دي بتاعت المولد وكده ماشي هنا بقى خدت بطنية بتاعت إزابيلا وقلت طباقة كده ونفطت برضو السرير لأنه كان متوسخ فنفطتو كده وزبطتو بعد ما قفلت الكاميرا يعني المهم على فكرة أنا الأيام دي كسلانة جدا بسبب الشتاء ومش قادر أعمل حاجة أصلا ما عنديش طوك اللي هو أعمل حاجة وعنديش طوك خالص أصلا ده أي حاجة في الدنيا المهم عملت إيه بقى كده بتاعت الصبون بتاعتي ليه الفوم دي عايزة تتملي اللي كان فيها صبون قديم وكده كان بقالي شهر تقريبا ما جيتش جنبها فقلت بقى شطفها كويس جدا زي كده تمام أنا مكنتش عارفة حطها فين أصلا كنت خايف عليها لأنها كهرباء بخايف عليها تبوس خدت بقى الهاند بوش ده من بتاع مايوي اللي هو الكريمي اللي بالفراولة تمام وبدأت إن أنا حط كده شوية بالفراولة وده بيتخفف يا جماعة أنا لازم أحط نقطة ويتخفف يا إما كده يا إما مش هينزلي أي حاجة خالص لأنه ده بيعتمد على الفوم فلازم يكون خفيف أنا جربت تقيل وجربت خفيف قوي مع نفعش لازم يكون متوسط هوريكو يعني لازم الصبون اللي تحت ده لازم يفك كده من بعضه وكل يبقى مية واحدة فهمين فأنا الليبتوب إيه دي كده زي ما أنتم ما شايفين لازم يبقى بصوا لازم يترج بقى ويبقى كده عشان يبقى بالشكل ده كده عشان الصبونة دي تشتغل تماما هتشوفوا دلوقتي خدت بقى بتاع الكهرباء كده أنا كنت هنا بركبها وكده بخاف جدا أنا بتعامل معها طبعا لأنها كهرباء فبصوا هنا بقى كنت بركبها كويس جدا بصوا هنا حاولت إن أنا عاملها كده مرة هي بتعود فترة كده وبترضاش تعمل بسبع بالصبون الجديد معرفش عشان تبقى معرفش هتشوفوا أنا هنا حاولت أجربها كده مرة ما نفعتش معي قلت بقى استنى دقيقتين كده وشغلها تاني تكون خدت يعني يكون الصبون الجديد بقى دخل فيها وكده تماما فهوريكو دلوقتي بعد ما اشتغلت لأن هنا كنت عاملها جربة ومشتغلتش أهو كده بقى بعد ما اشتغلت خلاص بتنزل الفون بالطريقة دي أنا كنت جايبها في جهازي يا جماعة فأنا مش عارفة دلوقتي سعرها كم أو بتتبع فين أنا كنت جايبها أونلاين فأكيد مش هفتكر يعني الكلام ده يما كنت بجهز وكده تماما فهينا بقى غسلت ايدي اللي في الحود ده يا جماعة مش متوسق ده هي بقع كده موجودة في الحود طبع الشقة لأن دي اجور زي ما انتم عارفين أو الناس اللي مش عارفوا كده تماما بعد كده وأنا في الحمامة بارح قلت خلاص بقى مية الشرشوبة غمقت كده وبقت وحشة جدا قلت بقى خلاص خلينا غير مية الشرشوبة بالمر كده عشان برضو أكون خلصت الحمامة ما يكونش فضل أي حاجة في الحمامة هنا بقى كنت غسلت الجردل وزبطت الدنيا حطيت فيه سيكرت بتاع ميوي ده خطير خطير بتاع الأرضيات وحطيت غطى دي طول برضو تحفة 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 يعني تماما طبعا ما خلصت جاريت على الكريم المرتب بتاعي دي والسيروم بتاع دوافري اللي انا عمليه قلتها حطه منهم كده لان انا عايزة اصلا طول دوافري عشان المناسبات جاي علي كتير زي عاد ميلاد بيلا وفرح اخت مرون وكده وبدأت برضو ان انا صراح شعري وحط التوكا دي اناعمل دفيرة وحط التوكا لان الدفيرة طبعا محبة اعملها قبل ما بنام عشان هي الوحيدة اللي بتحفزلي على شعري طول الليل المهمة بعد كده باكد خلاص معاعد دوافري الغداء بتاعي فبدأت كده اخد دوافري الغداء انا بيخد الجرى اللي هي 75 دي ما بكونش اكل قبلها باربع ساعت ولا بعدها بساعتين تمام ودوافري اصلا مفروض يتخذ في المواعد دي ومتاكلش بعده بساعتين ولا قبله باربع ساعت شعن فيه ناس بتاخده كده عادي يا جماعة اللي هو عادي كده وبتاكل بعدين مش عارفة ازاي المهمة كنت قاعدة بقى 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 قاعدة على رجلي كده زي ما انتم شايفين بجد كانت يعني مطلعة عيني طول الليل يا جماعة نامت بالعافية اصلا وفضلت مطلعة عيني كده كنت بصوت منها تمام هنا بقى طبعا اول مصحيت من النوم اول حاجة استقبلتها كده في المطبخ كان المناديل كانت خلصها تمام فقلت بقى اخد واحدة المناديل وهم جاي حطها لاني بحب دايما يكون فيه مناديل باستخدمها كتير كده في التنشيف وفي حاجات تانية كتير تمام هنا بقى بجد انا بقى لي فترة كده ما باكلش اكل صحي خالص باكل شوكليت كتير باكل حاجات حلوة كتير جدا مؤثرة في حق الاكل بتاعي بطريقة غريبة لدرجة ان انا خلاص بوشورتي مليانة حبوب من كتر الاكل الانهالسي اللي انا عملها كله فقلت خلاص احترم نفسي النهاردة باكل شوية اكل صحي وحطت كان بو كده واحدة بيفي واخر حتة جمناة تركي كانت موجودة عندي قلت ايه افطر بيها يعني انا كان نفسي وجبناها تركي وبيفي بصراحة كان بقى لي كتير جدا مكلتهمش يعني لان انا منعهم منعهم يدخلوا البيت الا في اوقات يعني محددة فاهمين اللي هو انا اللي بختاري الاوقات دي مثلا اقول امرون قهت لي النهاردة قهت لي بكرة كده يعني فاهمين بس انا اصول منعهم يعني بحاول اقللها لقد ما قدر بس الحاجة الوحيدة اللي انا بضعف قدامها للشوكولات والحاجات الحلوة زي ما انتم شايفين المرشميلو اللي كلتها في الاول دي يعني انا بوصت الدنيا جدا جدا مبارح ما يغرقوش يعني اكل الصحي لانا كلتت شوكولات كتير وحاجة كتير من الهداية اللي مرون جايبها لي وكل ده ان شاء الله هتشوفوه بقى في الفيديو بتاع الهداية وكده تمام انا بقى كنت بعمل النسكافية بتاعي اللي ما قدرش استغناء عنه في اليوم بتاعي ابدا ابدا ده الحاجة الوحيدة اللي بتاون علي بحب موجة النسكافية ده كده يعني اهم عندي من الفيديو كله زي نفسه انا بقى بصوا كنت بقى بقطع البيت بالقطع بتاعة البيت دي اكتر حاجة عملية استخدمتها في حياتي حرفية يعني مريحاني مريحاني في تقطيع البيت ما بخدش وقت في تقطيع البيت زي الاول كنت بقى بقطع بالسكينة بقى ومعرفش او انا في بيت ماما وكده من ساعة ماشتريت دي ساعة جهازي او انا بصراحة اتبساط امبساط رهيب انا بقى كان الملح بتاعي خلاص خدت كده كيس من الدولايب لان كنت سايبة كيس وقلت بقى كده ايهم احط يعني في العلبة وكده بس مرضتش اسياحه بصراحة قلت عشان مش كل ما اجفتح الغطاء شوية ملح يقعه مش معقولة يعني كده وبقى بلت بقى ايهم احطوا زي ما انتم شايفين كده بأخد شوية بس على البيت وبحب برشة برضو على الفلفل والجرجير ما بحبش الحاجة تكون عدبة انا من الناس لي ما بتحبش تاكل الحاجة عدبة ابدا بس بردو بستخدم الملح يعني باللهو مش كتير يعني لأ بالتزين شوية تمام هنا بقى كنت بحط النسكافي بتاعي الامر جدا وحطيت مياه في الكنكة وسبتها في الحود تمام هنا بقى خط النسكافي كده بتاعي وقلبته تمام والحمد لله يعني الحمد لله خلصت الفطار بتاعي وفطارتي يعني الحمد لله تاني حاجة عملية طبعا الكستارات اللي انا بحطها في الاتباق طحفة 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 المهمة دخلت كده وانا بفتر كنا مشغالين كنات الكرتون دي وست هاني بإزابيلا قاعدة بتلعب بس مش بطلع في هدوء طبعا يعني عملت زينة تقع على الجنب تقع من ورا كده يعني تعالوا نشوف با اخر حدة في الفيديو بسوا يا جماعنا المفروض ان انا عملها دل في السرير تمام كنت مفروضة اصور لكم قبل وبعد بس انا عندي زهيمر الفترة دي غريب جدا مش مركزة في اي حاجة مسونة حطة حطة اللحاف اهو قلت با اصور له قبل ما احطت اللحاف مش معقولة كده يعني اصور كل حاجة من غير ما اوريكو كده قصدي ازبط كل حاجة من غير ما اوريكو بصوا مكان الشجرة فكريين لما اولتلكو شلت الشجرة عشان هداية مرون الهداية انا فكرا نزلتها في الشورتز بتاعة اليوتيوب بس كاملة بقى بالتفاصيل وكل حاجة انا فضل هداية بس بتاعتي ما وصلتش مرون جايبها لي اما توصل اصور الهداية بتاعتي والهداية بتاعتي والهداية كمان اللي موما جابتها لي تمام كل ده بالتفاصيل في فيديو واحد بس اوكي اوكي فحبيت بس ايه ان اقولك عشان خطر في ناس كتيرة وقام بادي تسأل فين الهداية بتاعتي كاميرا فين الهداية بتاعتك فحبيت ان انا اقولكو الهداية بتاعتي ايه وكده تمام او جاية امتى وكده المهمة بقى اللايك والكومنت الأمر لو سمحت شيء لو سمحت والاشتراك عشان خلاص بجد فضلنا تكتين كده على ال 12 ألف هتبسط جدا جدا لما كملهم عدد جديد هيدديني أمل وهيدديني عمر لا بجد هيدديني أمل أن أنا أكمل وهيدديني الدافع أن أنا أكمل أشوفكم في فيديو جديد كود باي واستنوني في الفيديوهات الجاية الأمر بتاعلي طبعا